أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفضه للاتفاق الذي نقل بمجبه المئات من مقاتلي تنظيم داعش إلى ألبو كمال قرب الحدود السورية العراقية وقال العبادي إن نقل أعداد كبيرة من داعش إلى المناطق الحدودية مع العراق أمر غير مقبول وضاف أن قوات العراقية تسعى للقضاء على داعش وليس احتوائه